هل الرئيس بحالة من الوعي وهل يوجد لجنة ثلاثية تذكرت ضمنها أبو العلاة وأبو مازل أولا ليس هناك أي لجنة شكلت ثانيا صحت الرئيس مستقرة وتدعو إلى الاطمئنان وليس هناك على الإطلاق أي شيء محرج حتى هذه اللحظة الرعاية الصحية التي يقوم بها الأطباء الفلسطينيين والتوانسة تجري على قدم وساق الأطباء الأردنيون والمصريون قادمون غدا وستكون هناك رعاية مركزة بهذا الخصوص كما قلنا ليست هناك أي لجان مشكلة وليست هناك أي مرسيم صدرت والرئيس في وضع لا بأس به بحاجة إلى الراحة وبحاجة إلى مزيد من الرعاية For the BBC in English, tell us what condition Mr. Arafat He is in a stable condition, he is in need of some rest, his condition as well but he is still in need of more rest and more medical care Is he going to be transferred to the hospital? لا شيء موجود في هذا المكان. إذا كان أراضي، ونحن نتوقع أن يكون مفيداً. ما حدث؟ لماذا حدث؟ لماذا حدث؟ لا، لم يكن أراضي، ونحن نتوقع. لكنه يحتاج إلى بعض الوقت. ونحن نتوقع في بعض الوقت. ونحن نحتاج إلى بعض الوقت لتوقع. سوف يتوقع إلى بعض الوقت. سوف يتوقع الوقت؟ لا، لا. هل يعتقد أنه يحتاج إلى الوقت؟ لا، لا. لأنه يحتاج إلى بعض الوقت. وكما قلت لك، المدكة المتحدة يتوقع. والأجباء والأجوردينين يأتي tomorrow. ونحن نتوقع أن كل شيء سيكون بخير في الوقت. لماذا لا تتوقع أراضي؟ هذا هو مقابل للقناة. أنه يحتاج إلى بعض الوقت. يقولون أنه لا يحتاج إلى بعض الوقت. توقع إلى بعض الوقت. كنت توقع إلى بعض الوقت. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.